لتهنئتهم على تفوقهم وما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي كرم الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء أوائل الثانوية العامة بشعبها المختلفة والمكفوفين كذلك أوائل الثانوية الأزهرية المحافظ وجه الشكر للطلبة وأولياء مورهم مؤكدا أن قطاع التعليم في شمال سيناء يشهد طفرة كبيرة طبعا رسالة شكر وتقدير لكل قيادتنا في الأزهر الشريف على دعمهم وعلى اهتمامهم وعلى المجهود المبزول خلال امتحانات الثانوية الأزهرية وخلال الفترة السابقة لتوفير كل سبل الراحة والدعم لأبنائنا وبناتنا من طلاب وطالبات الأزهر الشريف شمال سيناء وطلاب شمال سيناء رفعوا رأسنا السناء بأنهم حصلوا على مجموع بنسبة عامة أكثر من النسبة العامة لمستوى الجمهورية على مستوى الجمهورية نسبة النجاح كانت تفوق الـ 85% في شمال سيناء طلبة شمال سيناء نجاحهم فاق الـ 92% الحمد لله خلصت سنوية عامة وبنصح كل طالب وطالبة ما يسمعش كلام أي حد يقول إن السنة دي محبطة هي محبطة بالعكس هي سنة مهمة وسنة جميلة والله الحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيضايقش تعب اللي بيجتهد يعني وطبعا الفضل بيضير يا راعد ربنا سبحانه وتعالى للأهل والوالدين أحب أنصح أي طالبة وطالب ما يخافوش من السنوية عامة وما يخلوش حد يحبطهم لا بالعكس هم اللي يدوا الأمل لنفسيهم الواحد لازم يجد ويجتهد ويجتهد ويعمل عليه عشان ربنا يكافه في الآخر التقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي يقوم بزيارة للمحافظة شهدت استقبال عدد من الأشقاء الفلسطينيين أكد أنهم ضيوف أعزاء مشيرا إلى أن قضية فلسطين ستظل القضية الأولى لدى المصريين وقدم وزير الأوقاف خالص المواسى لكل من فقد عزيزا لديه من الفلسطينيين حملة ليلية مكبرة ومفاجئات رأسها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالتنصيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية شملت محاور القاهرة لمنع إلقاء مخلفات المباني والردش بها بما يعوق الحركة المرورية الحملة ضبطت عددا من سيرات النقل أثناء محاولتها إلقاء مخلفات البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائقها مشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة المعروفة سابقا بعزبة الهجانة بحي شرق مدينة نصر تفقدها محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر المحافظ أشار إلى أن مدينة الأمل الجديدة المقرر إقامتها على مساحة عشرة أفدنة ستكون نموذجا لتطوير المناطق غير المخططة حيث سيتم إقامة 22 عقارا سكنيا داخل المدينة يتوافر بها كافة الخدمات والمرافق لتنفيذ مشروع متكامل للمواطنين يوفر حياة كريمة ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة كبري الأميري الرابط بين محافظتي القاهرة والقليوبية تفقد أعمال تطويره الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الكبري يسهم في تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتم إقامته بهدف القضاء على الازدحام المروري بتقاطعات ميدان الأميرية كثيفة الحركة ويبلغ طول الكبري 650 متر بحي الصداقة الجديد استكمل الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المقيمين به ويقدر عددهم بأكثر من 100 ألف نسمة وللوقوف ميدانيا على الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن الأسواني تفقد المحافظ الدكتور إسماعيل كمال منظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديد والذي تم ضمه إلى منظومة الرعاية الصحية ضم مستشفيات التأمين الصحي الشامل واجه المحافظ بضرورة تقديم الخدمات المختلفة داخل المستشفى بالجودة العالية للمواطنين المترددين خاصة في ظل ما يمتلكه المستشفى من جاهزية بكوادر وأطقم الأطباء والتمريد وأجهزة طبية ليتكامل المستشفى في تقديم خدمته مع مستشفى أسوان الجامعي سوزان مصطفى أنيل للأخبار